السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله رايحين اندروا مع بعض وضعية ادماجية لسنة الرابعة متوسط هي وضعية من الوضعيات المقترحة لفروض الفصل الاول وايضا هي من الوضعيات اللي درناها في الفصل الاول اللي هي حول The Leaning Tower اللي هو البرج المائل الموجود في ايطاليا اذا لمعلكم غير تتبعوا معايا نبدأوا على بركة الله بسم الله هنا نعطيكم نصائح كتبوا وضعية ادماجية حول اي معلم الاثري المعالم الاثرية دائما نبدأوا الوضعية بذكر المعلم اللي رايحين نتحدثوا عليه نتذكروا الموقع انتاعوا ونتذكروا الطول انتاعوا او الارتفاع انتاعوا نتذكروا ايضا وقتاش تبنى وشكول اللي بناه وإلى كان عدنا المواد التي بنية منها وعلاه بنية هذو هما اهم المعلومات الموجودة راح ندلكم فيديو مبات حول كيمدلكم معطايات وانتم منهم منها ديروا عفوا وضعية يقعوا هذو فيزوش كيف كيف إذا ندللين انتاور يقع في بيزا بإيطاليا إت هاز اوفر ذان ففتي سكس متر طول الارتفاع انتاعوا ستة وخمسين مترا نقولوا هنا إت هاز اوفر معنية تكون عدنا الطول انتاعوا تقريبا كيكونوا ماناش سير باللي الطول انتاعوش حال ولكن كيكون عدنا الطول والمعلومات الدقيقة وصحيحة نقولوا إت هايت إيز ولا نكتبو إت هاز شفتي سكس متر ستور ونحبزو إذاً ميقع في إيز ولا نكتبو إذاً يقع في إيطاليا ارتفاعا 56 متر بنية في القرن الثاني عشر من قبل المهندسين المعماريين هذا الزوج اللي اذكرتهم لكم والأعمال انتاعوا ما كملت حتى بعد 200 سنة 200 سنة وهما يبنيوا فيه لأنه كل مرة يبنيوا شوية إيميل لهم إيميل لهم حتى كملوه وخرج لهم برج مائل وتم حمايته من قبل اليونيسكو في عام 1987 إذا هذه هي أهم المعلومات اللي نقدر نقولها على بلينين تاور نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هاد الوضعية القصيرة والبسيطة تفيدكم وتستفادوا مع الياغين نقول لكم بقوا على خير نتلاقوا في وضعيات إدماجية أخرى أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله